أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي محكمة طنجة تدين قاتلة الطالب أنور ب15 سنة سجنا نافذا إليكم التفاصيل قرارت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء إدانة قاتلة الطالب أنور ب15 سنة سجنا نافذا بعد جلسة مطولة كما قضت المحكمة نفسها بإدانة خالي المتهمة الرئيسية في قتل الطالب أنور بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة الإخفاء معالم الجريمة وبهذا الخصوص قالت والدة الطالب أنور إن قرار المحكمة غير منصف باتاتا لأنه لم يشفي غليلها فهي كانت تنتظر عقوبات قاسية للمتهمين المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام وأوضحت الأم أنها تستغرب من عدم متابعة خالي المتهمة بتهمة المشاركة في الجريمة والاكتفاء فقط بمتابعته بإخفاء معالم الجريمة وهذا الأمر سيدفعهم للاستئناف القضية وتابعت النيابة العامة الجانية البالغة من العمر 17 سنة بتهمتي القتل العمد والسرقة حيث قررت إداعها قسم الأحداث بالسجن المحلي لطنجة كما قررت إداع قاربها الذي وجهت إليه تهمة إخفاء معالم الجريمة بالسجن ذاته رهن الاعتقال الاحتياط لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد